ترأس سعادة وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف الاجتماع السادس للجنة في صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية وفقا لمبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور أعضاء اللجنة وبحث الاجتماع السادس 82 طلبا حكوميا من وزارات وهيئات تمت الموافقة على 44 طلبا بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيدة كما وجه خلف خلال الاجتماع فريقا من أعضاء اللجنة لزيارة الوزارات التي وردت منها طلبات الصيانة وذلك لرفع توصيات اللجنة وفرص التحسين المقترحة تجنبا لتكرار بعض المصروفات وما يصب في تحقيق أهداف اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تعميما بهذا الشأن لجميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمتكررة كصيانة بعض الأجهزة ليتم دراستها من قبل اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأن تجنب تكرارها أو خفض تكالفها ودعا سعادة وزير الأشغال لا ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة مشددا على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وطيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية ترجمة نانسي قنقر